يوم ثالث لمؤتمر رياض تمديد حرست عليه السعودية لإنجاح مساعيها في توصل المعارضة السورية لاتفاق نهائي اتفاق وإن أفضل إنجاز صيغة نهائية لوثيقة الحل السياسي فإنه لم يحسم الجدل بشأن نقاط الاختلاف كفة أغلبية فصائل المعارضة السياسية والعسكرية خرجت في اجتماعها الموسع باتفاق نهائي على أنه لا دور لبشار الأسد في فترة الحكم الانتقالي أو ما بعدها وتوصلت الأطراف لوثيقة الحل السياسي في سوليا بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية وسيادتها شمل الاتفاق تشكيل هيئة حكم تكنقراطي مع التجديد على تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب كما اتفقت المعارضة على أن بيان جينيف واحد هو الإطار لأي تسوية سياسية مع اشتراط الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة استنادا إلى جينيف واحد وأكد المجتمعون على أن أي عملية انتقالية هي مسؤولية السوريين وحدهم رافضين تدخل أي طرف خارجي أبرز نقاط الاختلاف تمثلت في مطالبة بعض الأصوات ببقاء الأسد لفترة انتقالية ورفض وجود ميليشيات أجنبية مسلحة داخل الأراضي السورية خلافات أخرى حول الأسماء المشاركة في الوفد التفاودي خيمت على أجواء الاجتماعات عشرات الفصائل السورية تستعد في ختام اجتماعاتها لحسم ملف تشكيل هيئة الحكم استعدادا لإطلاق المرحلة الانتقالية وتسمية وفد المعارضة السورية المؤلف من 25 عضوا للتفاوض مع وفد الحكومة ورغم حرص فصائل المعارضة على التركيز على القواسم المشتركة بينها تبقى التحديات بتجاوز النقاط الخلافية أمرا يحدد فرص المضي قدما في إطار مبادئ ثابتة على طاولات الحل المقبلة